إلى ذلك أعلن المستشفى الذي تجري فيه معالجة الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا أن حالتها الصحية تتحسن بسرعة وقال مستشفى سالسبيري أن يوليا سكريبال لم تعد في حالة حرجة وبات وضعها الصحي مستقرا بعد أن شهد تحسنا ملحوظا غير أن المستشفى أكد أيضا أن وضع والدها ما زال حرجا لكنه مستقر